تمرين في التواصل في هذا الأدى وهذه الانطلاقات شوطنا الأخير ينطلق مشاهدين الكرام والثاني عشر في هذه الانطلاقات الصباحية والخاص بالجعدان المهجنات الأصائل على بركة الله تسير هذه الجعدان لتتنافس على مدى ثمانية كيلومترات مشاهدين الكرام وتسير بتحديات الكبار وتحديات هذه الأسماء العملاقة نذكر الجميع انطلاقة المساء في الساعة الثانية من بعد دوري هذا اليوم لانطلاقتي أولي الأشواط لهجن أصحاب السمو أشيوخ في سن الثناية نرحب الجميع مشاهدين الكرام نرحب بكل من انضم إلينا ليتابع هذه الانطلاقات وهذه التحديات المشوار كبير والمشوار مشاهدين يتواجد من خلال هذه الانطلاقات مع التحدي والمواصلة نسير ونبحر إلى البداية ونقترب من صدارة هذا الشوط لنعلن من البداية عن أول المنطلقين على الصدارة وعلى المركز الأول البداية أيها الحبل الكريم يأتينا الباز على صدارة هذا الشوط لسالة بن محمد وضبيعة الاشتبيه هو من يستفتح النداء الأول للشوط الأخير في هذه اللحظات بينما المساري للمركز الثاني وثاني المراكز يصل فيه مياس علي بن محمد بن حاذة الاشتبيه من يصل مشاهدين الكرام وينطلق على ثاني المراكز بينما المركز الثالث يصل فيه الشبل لراشد بن سعيد بالغاثرية الفلاسية ومن يسير ويتحرك نحو ثالث المراكز ليعلن عن حضوره وتحدي في هذه اللحظات الصباحية بينما المركز الرابع أو المركز الرابع بالفعل يتقدم القاطع لسيف بن حمد بن خليفة الشامس هو من يصل ليتواجد على المركز الرابع بينما المركز الخامس يأتي شديد ليحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة الاشتبيه هو من يتواجد على خامس المراكز والمركز السادس يتقدم بالشاوي في هذه اللحظات نايع بن خلفان بالشاوي الاغفلي ليسير معليث نحو المركز السادس أما سابع المراكز في النقلة التالية نقلة إلى غيار خالد بن حميد بن حارب المهيري هو من يصل إلى المركز السابع معلنا كذلك عن حضوره في هذه الانطلاقات الصباحية والمركز الثامن وصل مايهاب تعود ملكيثة لحمد بن عبيد بالزفنة بن حضيرم الاجتبيه هو من يتواجد في المركز الثامن بينما المركز التاسع يتقدم شاهين عبدالله بن حميد بالكديدة الفلاسي هو من يحتل المركز التاسع أما المركز العاشر يأتينا مشاهدين الكرام في المركز العاشر علي بن صالب بن علي الاجتبيه ليقدم عملول على تاسع أو عاشر المراكز في هذه اللحظات هذه الأسماء الحاضرة في الانطلاق والمنافسة لولا مشاهدين الكرام بينما تبقى تحديات هذا الشوط مع الختام ومع اللقاءات أكيد قوية وتنافسية في هذا الصباح الجميل نعود إلى البداية ونعود إلى المركز الأول كما نشاهد ونتابع لازالت المسيرة تسير ومستمرة باندفاعاته وتقدم الباز لسالم بن محمد بضبيعة الاجتبيه هو لازال مشاهدين الكرام من يقود هذه الأسماء ليعلن عن حضوره وتحديه في أول الأشواط وأول البدايات لهذه البداية الأخيرة لاستباق هذا الصباح الجميل بينما مشاهدين الكرام تبقى المراكز الأخرى هنا في تطلع نحو البداية ونحو المسار نحو خط النهاية بينما المركز الثاني يصل بن حاذة ليقدم مياس على المركز الثاني علي بن محمد بن حاذة الاجتبيه هو من يسير مشاهدين الكرام إلى المركز الثاني النقل التالي على المركز الثالث نقل إلى الشبل لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي هو من يحقق ثالث المراكز في هذه اللحظات رابع المراكز والسير نحو مشاهدين الكرام الليث لنايع بن سخلفان بالشاوي الاغفرية هو من يسير الآن ويغير إلى المركز الرابع يتقدم خطوات إلى الأمام في مسار هذا الشوط أما المركز الخامس يصل بن يراح ليقدم اعتزال أو راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي هو من يصل مشاهدين الكرام إلى المركز الخامس في هذه الأثناء سادس المراكز وصلنا مشاهدين الكرام إلى المركز السادس سيف بن حميد بن خليفة الشامسي هو من يتقدم حتى هذه اللحظات نحو المركز السادس أما المركز السابع يصل فيه مايهاب لحمد بن عبيد بالزفنة بن حضير من اجتبيه في المركز السابع في هذه اللحظات والمركز الثامن هملول يتقدم علي بن سالم بن علي الاجتبيه ومن يقدم هملول على المركز السابع في هذه الأثناء بينما المركز التاسع شاهين لعبد الله بن حميد بالكديدة هو من يتواجد ويحتل تاسع المراكز المركز العاشر نصل مشاهدين الكرام لخالد بن حميد بن حانب المهيري هو من يتواجد على عاشر المراكز هكذا مشاهدين الكرام حفلنا المتابع من خلال هذه اللحظات والتواجد لهذه الأسماء أسمان منطلقة وتسير كذلك بالقوة والاندفاع والتميز نعود إلى البداية نعود إلى المركز الأول هنا بضبيعة لا زال من يتقدم على البداية سالم بن محمد بضبيعة أهل اجتبيه حفلنا الكريم هو من يسير نحو الصدارة الأولى ويتقدم مع وجود الباز مع وجود الباز الذي يجوب هذه الأمتار يجوب هذه الكيلومترات وهو في مقدمة الشوط وفي طليعة المشوار لناموس الختام في هذا الصباح المركز الثاني الانتقال إلى الشبل بدأ يغير الشبل في هذه اللحظة غير لراشد بن سعيد بالغافرية هو من يتواجد حفلنا الكريم على المركز الثاني من خلال هذه اللحظات يأتي بالغافرية في المركز الثاني بينما المركز الثالث مياس يحتل المركز الثالث علي بن محمد بن حاذة اللي اجتبيه كذلك في هذه المشاركة وهذا الاندفاع المركز الرابع المركز الرابع يأتي الليث ليقدم لنا كذلك منافسة قوية وأداء جميل هنا نايع بخلفان بن سالم بن شاوي الأغفر لي يقدم الليث على المركز الرابع هكذا مشاهدين الكرام هذه الرباعية لهذا الشوط هذه الرباعية تتواجد في لقاء هذا الشوط في تحدي هذا الشوط بينما اعتزال يتواجد في المركز الخامس لراشد بن سعيد بن أحمد الرميثي أو من يتواجد حفلنا الكريم على المركز الخامس هذه الخمس المراكز الأولى منطلقة وتسيير كذلك بمسار المنافسة في المجموعة الأولى اللي تحتفل مع نهايتي حتى هذه اللحظات حزام الغابات الذي يحمل هذه الأسماء بينما المركز السادس في المجموعة الثانية نبدأ بهم لول علي بن سالم بن علي الأجتبيه لي يقدم هملول على المركز السادس المركز السابع وصل مايهاب حمد بن الزفنة حمد بن عبيد بن الزفنة بن حضيرهم الأجتبيه هو من يسير مشاهدين الكرام يغير إلى المركز السابع المركز الثامن نصل إلى شاهين عبدالله بن حميد بالكديدة هو من يتواجد في المركز الثامن المركز التاسع هناك نقلة من القاطع لسيف بن حميد الشامسي هو من يتواجد على المركز التاسع والمركز العاشر خالد أو المركز العاشر يصل الآن شاهين حربي بن الطشة بن ثعلب العامري هكذا هي النتيجة هكذا هو المسار مشاهدين الكرام مستمعين العزاء مسار يحكي قصة الكبار يحكي ناموس يتجدد ناموس مثير كذلك تحمل هذه الأسماء من خلال هذه اللحظات تواجد هذه الأسماء في قمة العطاء في قمة التحدي والأداء ولكن لا زال الباز لا زال الباز ولكن حذار يا بضبيعة الهجوم وارد في كل لحظة هجوم مباغت يمكن يكون في لحظة أخيرة وفي لحظة مميزة من لحظات هذا الشوت لكن الباز كعادته دائما ينطلق في أول البدايات وينهي مشاهدين الكرام كذلك مع النهاية على المركز الأول 2 كم على خط النهاية ولا زال بضبيعة هو من يسير بالمركز الأول بضبيعة لا زال من يسير نحو الصدارة الأولى سالم بن محمد بضبيعة لا زال يتقدم حفلنا الكريم ليقدم الباز على أول المراكز لكن أشوف الهاجمين يأتي الشبر راشد بن سعيد بالغافرية بدأ الآن الهجوم بدأت خطة التكتيك بدأت الآن الخطة الأخيرة في هذا الشوت أوضع الخطة وروح إلى المراكز الأولى لكن المركز الثالث بدأ الآن يتغير يتبدل مع مياس وعلي بن محمد بن حاذ الاجتبي مشاهدين الكرام أكيد أحد أعضاء فريق التحليل الفني لقناة دبي ريسنج يأتي هنا في هذه اللحظات إلى المركز الثالث المركز الرابع الليث لنوايا بن خلفان بشاوي أهل غفلي والمركز الخامس راشد بن سعيد الرميثي يقدم اعتزال سادس المراكز حربي بالطشه العامري المركز السابع هناك علي بن سالم بالاجتبي المركز الثامن المركز الثامن شاهين عبدالله بن حميد بالكديدة المركز التاسع مايهاب حمد بن عبيد بالزفنة هذه الأسماء الحاضرة مشاهدين الكرام هذه الأسماء الحاضرة في التنافس ولكن نقول 1200 على خط النهاية نذكر الحاضرين نذكر المتابعين بلحظاتنا النهائية لهذا الشوت ولكن الباز لا زال حتى هذه اللحظات هو من يفك رموز الشوت هو من يفك رموز الشوت على مقدمته على بداية سالم بن محمد بالضبيعة في مقدمة الشوت يا سلام يا الباز المركز الثاني الشبل راشد بن سعيد بالغافرية المركز الثالث مياز وعلي بن محمد بن حاذ الاجتبي خامسا شاهين عبدالله بن حميد بالكديدة سادس الليث ياتي نالع بن خلفان بالشاوي هكذا الأسماء لكن الشبل 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 والباز ومياس مياس والشبل والباز ولكن لا زال الباز من البداية والله أنه ما أخذ الشوت راس يا سلام الباز 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 حتى هذه اللحظات وفي المركز الأول الباز مسيطر لكن هناك هجوم الله أبو يا سلام الله انطلقت هذه الجحادين حفلنا الكريم يا سلام وغيرت كامل المجموعة المجموعة الكاملة الله يا تغير حربي بن الطشة العامري غير إلى المركز الأول غير إلى صدارة هذا الشوت مع شاهين وكذلك شاهين عبد الله بن حميد بن كديدة ولكن وصل وصل الليث وصل خلفان بن نايع بن شاوي اللي أغفل يا مشاهدين الكرام يصل باللحظة الأخيرة باللحظة الأخيرة لكن شاهين حربي بن الطشة العامري لا يسلم هذا الموقع ما يستسلم في هذا المكان الله يا شاهين اللحظة الأخيرة استطاع أن يفاجئ قلنا لكم هناك في الشوت شيء مباغت لكن وصل اللاعب المهاجم يأتي حربي بالطشة العامري ليفوز من طلاقة هذا الشوت تهانينة والناموس على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني الليث لنايع بن خلفان بالشاوي لغفلية المركز الثالث هملول لعلي بن سالم الكتبي والمركز الرابع يأتي الباس سالم بن محمد بضبيعة بينما خامسا يأتي الشبل راشد بن سعيد بالغافرية من وصل واحتل للمركز الخامس مشاهدي الكرام مايهاب في المركز السادس حمد بن زفن بن حضيرم هكذا نتيجتنا الوصول النهائية والتي كانت حاضرة بالفعل مع وجود شاهين على المركز الأول بثلاثة عشر دقيقة تسعة وعشرين ثانية وجزء واحد من الثانية تانينة والناموس لحربي من الطشة العامري على هذا الفوز وهذا الانتصار الذي قدم شاهين في شوط الختام بينما الليث كان حاضرا في ثاني المراكز ثلاثة عشرين ثانية أربعة أجزاء من الثانية تانينة والناموس على فوز الليث بالمركز الثاني التانية كذلك نايع بخلفان بشاوي الأغفلي بينما المركز الثالث أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء كان الحضور من هملول علي بن سالم الاكتبي في توقيت زمن مقدارة ثلاثة عشر دقيقة ثلاثة ثانية وجزء من الثانية كانت هذه النتيجة مشاهدين الكرام في احتفالية صباح هذا اليوم والذي نعيش مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطن الهاثنين واربعين